موسيقى يا صباح الخير يا هلا يا هلا يا هلا كيف الحال الحمد لله كيف انت بألف نعمة ما شاء الله عليك عندك قدرة بعد المقابلة كمان تعمل مقابلة بس نحن نحكي نعمل ناشي شي اه كويس فقط اجعل الأمور تحدث حدوث كيف حالة كيف انت الحمد لله الحمد لله دوما ممتاز يلا احنا بين الأياد انت اي سؤال بدك تسأل انا اتفضل يعني بدأت التسجيل بدأت التسجيل بدأت اه اخترقت بالعمق بالعمق ومتوافقة مع بعض من هاي القوانين فرح نعرف الأصدقاء على هذه القوانين الكونيين او اكتشافاتك العلمية بالفيزياء هاي الاكتشافات اللي مثبت بالحقل العلمي طبعا كما نقول مثبت بالعلم يعني خلص بطل الكلام ما عاد موضوع اعتقاد لا غيبيات ولا الهات في واقع الواقع العلمي هو الآن الاكتر تصديقا فمنتمنى انه تحكي للأصدقاء ومثل ما خبرتك المرة الماضي انه أصدقائي من يعتبروا من المتابعين المتفهمين لكثير قضايا فاخذ راحتك ونحن وياك على الخير شكرا اول شي على الفرصة الطيبة هاي انا من الاول قبل ما ابلش لازم اقول انه انا ما تعلمتش فيزياء يعني حقيقة انا كنت تعلمت في تعلمت بيولوجيا في المدرسة التانوية وبعدين لما تعلمت طب طبعا تعلمنا ايش بسيط من ناحية الفيزياء حتى نفهم قضية الهيدروديناميكا والقضية الجريان الدم والضغوطات الموجودة في القلب وهكذا يعني ايش بسيط لبعطيش الامكانية ان يكون فيه اساس علمي من ناحية الفيزياء بس لما بلشت ابحث عن طبيعة الروح وعن تأثير النفس على الجسد ما كانش في عندي مفر الا انه اتوجه للفيزياء لانه اذا كان فيه طاقة اللي بتعامل بالطاقة هي الفيزياء واذا كان فيه معلومات اللي بتأتل على الطاقة او كيف احنا ممكن احنا نفسر تأثير المعلومات على الطاقة وتأثير الطاقة على المادة فلابد الا انه نتوجه للفيزياء فانا فكرت انه الفيزياء اليوم يعني وصله لدرجة انه بعرفه كل اشي بالفيزياء فسألت السؤال الاول قلت يا طارق قبل الانفجار العظيم ايش فيه كان فبقوله بالفيزياء ما كانش في ولا اشي طب طب ليش صار الانفجار العظيم وكيف خلق الكون العالم المادي من ولا اشي لانه في عندنا قانون قانون اللي بقولك حفاظ الطاقة يعني مش معقول انت تيجي تخلق اشي من ولا اشي هاي من ناحية فيزيائية هذا اشي اساسي بالفيزياء فشو كان الجواب كان الجواب اه بس هذا مظبوط القانون موجود بس بلش بعد الانفجار العظيم يعني يعني من انفجار العظيم وطالع ممكن نطبق هذا القانون بس قبل الانفجار العظيم ما لديوش تطبيق فطبعا هذا اشي مش منطقي ولا يعقل ولا منقدش تتكبله هذا الجواب فاللي لقيته انه الفاكيوم اللي هو ولا اشي الفراغ الفراغ هذا الفراغ فيه له كتلة معينة فيه له مش وزن كتلة اللي هي ملهاش لا مش كتلة اللي نسميها density density ايش بتقول الدنسيتي بالفيزياء عمليا الاساس قبل اللي تسبك الكتلة كتلة معينة يعني فيه شدة كتافة اه اصغر من اصغر شيء اكبر من اكبر شيء فيه كتلة اللي هي mass مضبوط الانجليزي وفيه وفيه عنا كثافة اللي هي density الكثافة هي density اذا نرجع للفيزياء بنشوف انه فيه كانينة ما الحساب كديش الدنسيتي تبعت الكون كديش الكثافة تبعت الكون بغض النظر عن وجود المادي او عدم وجود المادي فبطلع انه هاي الكثافة هي عشرة قص ناقص 27 كيلو جرام لمتر مكعب معناته كان فيه اشي قبل وجود الفجار العظيم وسألت السؤال كيف خلق مادي من ولا اشي فالولا اشي كان القانون الاول هو قانون التوحيد القانون اللي بيقول لك انه اي اشي موجود في هذا العالم الاصل من اشي واحد من ناحية الدينية بيقول ربنا خلق الكون فربنا واحد من ناحية فيزيائية بيقول لك فيه طاقة يعني اذا بناخد كل المواد الموجودة حاليا في العالم وكل الطاقة الموجودة في العالم نرجع على وراء منلاقي انه فيه نظرية اللي اسمها Grand Unified Theory هاي النظرية تبعت اينشتين اللي حلم فيها ومحقق هاش في النهاية انه يصل يفهم ايش النقطة الوحدة اللي منها كل اش طلع فيعني اتوفى قبل ما يصل لحل نهاية المشكلة نرجع للفراغ الكوني منلاقي انه فيه كثلة وهاي الكثلة لما صار الانفجار العظيم وبعد وانت ممكن نفسر ليش صار الانفجار العظيم بس بعد ما فصلنا ال7 قوانين الكوني يعني انا بفسر كل اش موجود في الكون من ناحية فيزيائية من ناحية روحانية من ناحية بيولوجية وحتى من ناحية نفسية بسبع قوانين وهذه ال7 قوانين ممكن تطبقهم بأي مجال اللي بداخيا نفس القوانين ما فيش حاجة انك تيجي تخلق قوانين جديدة في مجالات مختلفة فالقانون الاول وقانون التوحيد بقول انه اي اشي موجود فيها اي مادة او اي طاقة المصدر طاقة وحدية حسب النظرية تبقى جران يونيفاي ثوري اللي حاليا قاعدين بالدور عليها بس ايش المشكلة المشكلة انه بالفيزياء اجو نفو وجود الاثير نفو وجود الاثير عمليا نفو وجود المصدر اليوم بدل ما نيز نقول اثير منقول كوانتوم فيلد او منقول دارك انرجي او منقول زيرو بوينت انرجي او منقول اي اي منسميها عمليا الفراغ الكوني بلاك ماتر معمولة من دارك انرجي من دارك بارتكول يعني جزيئات وهمية بينما الدارك انرجي معمولة من ايش مش معروف بالمرة لانه بالكوانتوم فيزيكس فيه جزيئات اللي بتظهر وبتخفي طول الوقت تظهر وبتخفي طول الوقت هاي الجزيئات نسميها virtual particles يعني اللي هي جزيئات وهمية فيه ممكن تقيس الايفكت تباحها مفعولها اما مش ممكن تيجي تركوتها مش زي المادة اللي موجودة مضان موجودة هاي اسمها black matter حل معناها يعني لا ايدك بهذه الفكرة على حسب المعتقدات العالمية بالهيرمسي اول قانون عم بيكون العقلاني منتاليزم الواحد يعني الخالق جل جلال ومنزه عن الخالق خلق فقط البيضة الكونية اي الخلي الوحد بذرة الاكوان هو العقل فيه شفرة معلوماتية لكل شي يلي مثل بيضة الدجاجي رح تظهر معلوماتها لاحقا الان كيف ممكن نفهم هاي الدارك انرشي اللي هي عم يتعبر عنها بالفيزيا انه وهم بتظهر وبتختفي نفس العقائد اللي بتقول انه هذا العالم كله اللي نحنا شايفينه هو مايا اي الخداع اي الوهم سموها الهة الوهم من قوة التأثير الخادع لحواسنا فمنين جاي هاي اذا هاي جاي من العقل من الواحد من الموجب نتيجة الخروج قال خرج هذا العقل هاي بيضة البيضة متصلي مع جوهر الوجود بالخالق العظيم لما بده يخرج من البيضة كائن حي عديد الخلايا خرج الكون اذا من العقل من الواحد خرج التعدد الارقام نحن الان بعالم وهمي اما نفس هذا الكون عم يرجع يصيب انحلال ويعادة من جديد للانفجار معناها الانفجار العظيم فوق الزمان والمكان اي انه يحدث الان في كل لحظة ويعادة خلق اعادة انفجار وهي نفس الشيعة بصير بالنجوم الشمس قوة نابذة تخرج الكتلة النارية بقوة رهيبة بيرجع في قوة جذب للمركز معناها نفس المبدأ عبسير معناها نحن الآن عم نظهر كفقاعات بساحة الوجود وعم نرجع للمصدر عم نظهر ونرجع اذا اذا بقينا مخدوعين بالعالم الفقاعي اي الخارجي هاي نحن بالجحيم اي بعالم الجهل اي بماية الخداع ولما عم نرجع لذاتنا اي للعقل الجوهري مش الفكر العقل الجوهري اي العاقل كل شيء المخلوق من الخالق المبدع الاول الرقم واحد الخالق ما فينا نقول عنه رقم واحد ليس هناك اي مجال ان نوضع الذات الالهية المنزهة تحت التعداد فمنقول عنه الاحد بذاته الاحد خلق الواحد اذا هالواحد اعتقد بذاته انه بيقدر يتواصل مع كل الخلق بدون دعم الاحد فصار فيه عنده شيء خارجي خرج منه هالوهن كنا نحمن فمشان هيك بقوله انه هو الموجب خرج منه السالب فبناء عليها هيك شوف لي شوفي نظريات فيزيائية انت اكتشفت هاي لانه ضمن المعتقدات التوحيدية العالمية بشكل كتير رائع ممتاز بس في حتى بالقانون الاول التوحيدية اللي له علاقة بالخالق نشوف انه في عنا ثلاث مواضيع مختلفة اللي طرحت بنظريات مختلفة من ناحية حتى اديان من ناحية دينية الجزء الاول اللي هو التاو هو الله التاو اللي ما فيش فيه لا بداي ولا نهاي لا فيه موجب ولا فيه فيه سالب فمن التاو طلع خلق الين واليان خلق السالب والموجب اللي بالحضارة الصينية بسموها تاي تشي التاي تشي اللي فيها السالب والموجب اللي واحد كبال التاني جنب وهاي هاد موضوع لما تيج بتحكي عن الخالق اللي اللي فيه الظاهر والباطن واللي فيه اللي منيح والعاطل صح نسا بعدين بعد هذا الموضوع شو صار الأقطاب صار فيه راحت للجهتين زي الأقطاب المغناطسية صار فيه عنا قطب إيجابي بجهة وكطب سلبي بجهة تاني فبالكطب الإيجابي منلاقي الرب النور اللي بدعي الناس لفعل الخير للعطاء لأن النور هو عطاء بالكطب السلبي فيه عنا الشيطان اللي بحب نفسه وبده بس نفسه فسأحنا موجودين بالنص بين الشيطان وبين الرب وعلينا المسئولية نكرر لمين بنا نتوجه فربنا أعطانا الإمكانية إنه نشوف الطرفين لأنه في داخلنا في طرفين في داخلنا في الروح الحيوانية الأنامية اللي بتحب نفسها وفي داخلنا في الروح الإنسانية اللي جاي من النور اللي عمليا بتحقق هدفها إنه تحقق الخير لغيرها فعمليا القطبين هدول موجودات فصار في عنا التاو إشي والتاي تشي إشي والرب إشي إشي ثالث فالديانات السماوية عمليا بتتعامل مع الرب أكتر من الخالق الله ليش لأنه عمليا تعطينا بشكل واضح إنه أنت لازم تكون مفروض تروح باتجاه النور أما مثلا البوذيين التاويزم بقول لك أنت في النهاية راح تخفي تمام يعني مش راح يكون لا جنة عدن ولا جهنم راح أنت ترجع زي نقطة المطر اللي بترجع للبحر فأنت بتفقد نفسك تمام ما فيش أي هيئة لا روحانية ولا مادية وراح أنت ترجع للخالق فتقدر تجري تفرق بين أنا موجود في جنة عدن كهيئة روحانية فإحنا خلينا يعني وقفنا عند النقطة إنه إحنا بدنا نكون في جنة عدن اللي تجري من تحتها الأنهار اللي فيها كل ملذات الحياة اللي إحنا مش قدين نتمتع فيها في الحياة فهناك في كل إشي اللي بدك إياها موجود طبعا بس عمليا لما أنت بتصل لجنة عدن ما فيش فيها متعب المرة فيها سعادة لا نهائية اللي أنت مش بحاجة ولا لا إشي لا أكل ولا شرب ولا نبيض ولا خمر ولا ولا ناحية جنسية ولا إشي يعني عايشين في وهم إنه جنة عدن رح يعطيني كل الملذات اللي نقصني هنا في الحياة هذا الإشي من ناحية روحانية مش موجود تمام يعني أنا موجود في محل اللي لا فيه لا مكان ولا زمان يعني بقدرش هتفرق بين أنا هون وأنا غير يعني كيف الواحد بيكون بحلم زي حلم اللي مش عارف حلق أنت عمليا وين أنت موجود وقد يصل لك موجود يعني قضية الوعي والإدراك مختلفة تمام فأنا أخذت الإشي الأساسي اللي هو التاو الله اللي لا إله لا أول ولا آخر اللي منه طلع القطبين اللي هن عمليا معلومات هن مش طاقة بعدهم وينت صارت الطاقة لما صار فيه حركة بكلب هذا المجال اللي هو عمليا إله كثافة معينة بس مالوش كتلة الكتلة ظهرت لما صارت الطاقة لما صارت المجال يتحرك كيف تتحرك وقت الفجاء العظيم صار يعمل حوامات وأنا كتبت مقالة بفرجيكم المقالة في يعني مجالة اللي هي علمية وممكن تفتحوا هاي المجالة شايفين هنا اسم المجلة جورنال of high energy physics gravitation and cosmology وكتبت هنا ممكن تشوفوا كل المقالات اللي كتبتهم بالفيزياء اللي كلاتهم بجيب مظريات جديدة اللي مركة الpeer reviewers يعني مركة النقد طبعا فيزيائيين آخرين اللي تقبلوا الأفكار تقبلوها وكأفكار علمية يعني هون بجيب لك أشياء اللي هي طبعا مقبولة بس أعطيك الفكرة عن القانون التاني اللي هو الحوامي اللي منها بلشت تظهر الكتلة فهون عمليا عنا تشوف إلكترون شيب أو أن ستركشور نيو فورتيك ستير يعني بقول أنه النظرية عمليا بتبلش لما المجال الأول هو الفاكيوم أنا بحكي عن طبيعة الفاكيوم طبيعة الولى إشي يعني هو الفاكيوم فيش فيه إشي فاضي كيف ممكن إيجيون إلو طبيعة فلقيت إنه ممكن تتعامل معاه كسائل ولما بصير فيه حركة تشفت التركيب الداخلية تبعت الإلكترون اللي من ناحية فيزيائية إلكترون ملوش شكل اليوم من ناحية فيزيائية إلكترون والفوتون والبروتون ملهم الشكل أنا أقول لا فيه إلو شكل وشكل محدد وهذا شكل إلكترون عمليا وبجيب كل المعادلات الرياضيات اللي بتثبت صحة النظرية لدرجة بأجي كمان ممكن أقدمها بشكل رياضيات وممكن أقدمها بشكل الرسم يعني رسمت هاي الرسمة تبعت الإلكترون بتشوفها سنة شوي الإلكترون كاملي الإلكترون اللي هي زي تبعة المي اللي بتأخذ من البرفيريا من بره بتفوت لجوه وفي عنا حوامي زي التورنادو اللي تأخذ من المركز وبزيت لبره فهاي من بره لجوه منسميها إلكترون ومن جوه لبره منسميها بوزيترون وهيك لأول مرة ممكن أنت تفرط بين البوزيترون وبين الإلكترون بشكل اللي تشوفه بعيونك يعني لحد اليوم بيحكوا عن بوزيترون و عن الإلكترون بدون ما يكون فيه إشي اللي ممكن تتخيله أنت وهو بجيب لك كل المعادلات الحسابية كل حسابات اللي بتثبت صحة النظرية وبعطيك بالظبط ليش الشحن الكهربائي إلى هاي الوحدات القياسية فبتشوف هنا مثلا هاي هنا لما بصير في عنا ال انجذاب بين إلكترونات تنين في عندك لازم يكونوا مقلوبات حتى يكونوا مع بعض وإلا في عنا exclusion pauli exclusion principle ممنوع يكونوا إلكترونات بنفس الوضعية ال quantum state ممنوع يكونوا بنفس المحل بنفس الوقت بينما إذا بتحط إلكترونات تنين اللي هن مقلوبات واحد نسبة للتاني ممكن شوف هنا بجيب كيف بتصلوا مع بعض وبيسببوا أنه وبيصير بناتهم وكأنه مغناطيصين اللي التقوا مع بعض وصار في بناتهم انجذاب بين الإلكترونات التنين سكرت الصوت عندك الميكروفون سكر مغناطيصين مغناطيصين مثلا اللي بسميها كونستانت في الكونستانت تبعه جرافيتاشن جي هذا هذا ثابت بالفيزياء اللي موجود في نظرية بالمعادلة تبعت نيوتون شايف هذا الجي بس لحد اليوم وهذا المقدار تبعه شايف 6.6740 ضرب 10 أس ماقص 11 متر كوب لكيلو جرام على ثاني السمنين هاي القيمة منين جاي ولا حدا لحد اليوم بيعرف منين أجاي هاي القيمة مافيش نظرية اللي بتشرح لك منين هاي لسه هدف ثابت إذا انت محطتوش بالمعادلة هون النتيجة بتطلع مش مزموطة يعني شو الكوة اللي بتربط بين الأرض وبين الشمس ليش الأرض تفلتش عن الشمس وهي بدور عنها فهذا القانون هو اللي بقول لك قديش القوة الموجودة بين الأرض اللي هي M1 اللي هي والشمس M2 قسمة الاربع سكوير اللي هي عمليا البعد اللي بيناتي إذا بتحط لش الثابت G هذا بتطلع النتيجة مش مزموطة إذا هذا كان يعني اكتشفوه إنه بشكل إمبيري إنه لازم انت تحطه حتى يكون عندك النتيجة النهائية مزموطة فإيش لقيت إنه هذا الجي إله علاقة مباشرة بالفاكيوم بالفراغ وإيش هو عمليا لما الطاقة بالحوام اللي شفناها قبل تمرق بتدور هي بتدور وحواليها فيه فراغ المعارضة اللي بتصير يعني الاحتكاك اللي بيصير بين الطاقة اللي بتجري بقلب الحوامي وبين الفراغ اللي حواليها بطلع عندك هذا النسبي يعني في عندك أنت اليوم زي فوطونات اللي هي وهمية اللي بتجري من برة لجوة على فكرة يعني كمان هذا إشي اللي قلبته تمام لقيت أنه ما فيش قوة جاذبية بالكواكب بالمرة في قوة دفع من برة لجوة وكتبت عليها مقالة هاي المقالة عمليا لقيت أنه ما فيش عندك بالمعنى أنه الأرض نفسها هي اللي بتجذب لقيت أنه الأرض موجودة في في نص في مركز حوامي اللي بتدور وهي اللي بتدور كل الأرضية لأنه لحد اليوم ما فيش عندنا تفسير طب مين اللي بتدور كل الأرضية وبتتعبش مش معقول يعني ضل دور مش تعباني لأنه إذا تعمل حساب قديش الكوة اللي بتمنع من دورانها ونسبة أنه الكوة اللي أخذتها هو شو النظرية الحالية بتقول أنه الأرض لما خلقت قبل 3.8 مليار سنة أخذت دفعة أولية اللي خلتها تدور وهي الحوام عمليا زي اللي تأخذ الطاقة من بره بفوتها لجوه لمركز الأرض والطاقة وهي ماشية من مركز الأرض بتدفع أي إشي بيجي بطريقة بتدفعه لمركز الأرض هاي هاي هي قوة الجاذبية فاتضح أنه ما فيش قوة جاذبية وإذا بدنا نعمل تكنولوجيا جديدة اللي تمنع من قوة الجاذبية مش لازم نيجي نوقف الجاذبية عمليا من تحت لفوق لازم نحميه من فوق لتحت لأنه جاي الكوة الدفع جاي من فوق فأنا مش لازم أجي ألغي الجاذبية من تحت لازم ألغيها من فوق حتى الأجسام تستطير فمستقبل فضل هذا بيأكد على شي رائع إنه إذا نحن نعرف الكون والفيزيو وش اللي عم بصير بالكواكب وفي أنفسكم أفلا تبصيرون يعني نفس اللي عم تتفضل فيه عم بيصير مع الجسم المادي شو اللي مخلي القلب يظل بهاي النبض المستمر طيلة سبعين عام مثلا شو القوة الحيوية شو هذا الأثير شو الحوامي اللي عم تشغل كل عضو وكل خلي شو اللي بيخلي الـ دي أن اي بهذا الالتفاف الطاقي ياخذ معلومات دوما وينسخ معلومات من نواة الخلية رغم هالتعدد هذا بوصلنا لفكرة القوانين الكونية إنه في قوة ذكاء أسمى هذا الذكاء الأسمى قوة واحدة بالكون معلومة عم ترجع لكل الأشياء كل المكونات مثل ما الخلايا رغم تعددها بالمليارات عم ترجع للشفرة اليراثية الوحدي نفس الشيء كل النجوم بمجراتها الكواكب بمجموعات كل شيء عم يرجع لمعلومة وحدة اللي هي بنسميها مركز واعي أو سوبر كونشيسنس عقل سامي جدا هذا هو نفسه اللي ذكرنا البذري الكوني يعني يعني أنت مش بالصدفة مش بالصدفة يعني ذكرت القلب لأنه حقيقة ومفرجيك إياها أنه القلب هو كمان حوامي ومفرجيك الحوامي طبعا القلب يعني اكتشفناها مؤخرا خضية تركيبة القلب كحوامي وهي شايف هنا بتشوف أنه الكلب معمول من ألياف اللي إلها شكل الحوامي والطاقة اللي بتمشي فيها يعني الكلب لما ينقبض بنقبضش بشكل مضخة يعني فيزيائية بتلاقيه لما بدخ بدور كمان بدخ طبعته فيها شوية دوران وهي الدوران نتيجة أنه الألياف اللي موجودة يعني اكتشفت مؤخرا أنه معمولة زي الحوامي وهذا بثبت عمليا أنه القانون وتشوف يعني اليوم أنا لما تعلمت طب وتعلمت وتخصصت بأمور الأمراض القلب هاي الأشياء ما تعلم معلمناش بالجامعة ولحد لحد اليوم ما فاتتش بشكل رسمي بالتعليم الجامعة أما الاكتشافات بتدل أنه القلب نفسه عمليا معمول من هاي الألياف اللي هي كحوامي ونتيجة الطاقة اللي بتجري فيها هي اللي بتعطي كمان طاقة الكهربائية الأولية اللي بتسبب لتفعيل القلب لحد اليوم ما فيش عندنا تفسير طب ليش في خلايا لحالها بتشطل وبتطلع كهرباء ليش لحالها يعني حتى انت قطعت القلب من الجسم وعطيته تغذية كملت تغذية عن طريق يعني ماء وسكر ومغذيات القلب بظل يشطل على طول تعطيه اكسجين وعطيه تغذية حتى لو كان خارج الجسم بظل شغال على طول لأنه الطاقة تبت يجي من التركيب تبت الحوامي تبت القلب وهذا القانون الثاني حسنا حلو القانون الثاني معناها هذا الطابق يعني كل شيء بالأعلى موجود بالعالم المسطح أو المادي يعني مثل ما تفضلت بالبداية عن التاو يعني فينا نقول انه التاو صار بمثابة الخالق مثل الآب منقول الابن والروح القدس صح نظرتنا بالمثلثات لانه العالم الكروي اللي صار كان كروي كان يعني بالذري واحد بالوجود التالي بصير فيه ثلاثيات هذي الثلاثيات هي وانت صادق هذا القانون الثالث الكوني إذا احنا راح نصل هذا القانون الثالث يعني القانون الثاني هو فيه بس حوامي ووحدين مطابق القانون الثالث فيه راح نشوف كيف راح يكون فيه ثلاثيات تفضل هذا العلم اللي يعني عاب ينفتح الآن هو نحن منعتقده جديد هو كل شي موجود أما نحن فاقدينه فاقدينه ما عم نقدر أصلا نخترق لحقول مرهف فينا مثلا الأثير عاب تتفضل إنه القلاب وحوامات وهكذا ممكن البعض يعتقد إنه خيال كيرليان لما اكتشف كاميرت كيرليان بيصور الهالي الأثيري من أكثر من مئة سنة أعتقدوا إنه اكتشف الروح عمليا ما اكتشف الروح هو اكتشف الهالي الأثيري أو الجسم الأثيري جسم الطاقي الثاني اللي 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 بعد في عنا مكونات عمق بالإنسان يعني لما نتكلم عن العقلانية بعدين المطابقة بعدين ما نتكلم عن الاهتزاز هاي بتوقع هون القانون الثالث لما ناخده من فوق بده يصير فيه الآن تفصيل أكثر عالم التفصيل هو اللي عبتتفضل فيه وأكيد مربوط كله بالعقلانية تفضل قصة لما لما بكون في عنا محور واحد اللي هو عمليا أي إشي حتى بتجي تطلع على الظهور على الأشياء اللي موجودة عمليا بالطبيعة بتشوف إنه فيه أشكال كتيرة اللي إلها نفس الشكل اللي هي Logarithmic Spiral اللي هي عمليا Vortex اللي بتدور فيه إلو قانون حسابي محدد وفيه Proportion فيه مقادير ثابتي اللي هي منشوفها إنه إلها علاقة مباشرة بأشكال اللي موجودة في جسمنا وال الروابط اللي موجودة بين أجزاء مختلفة من ناحية الكبر تبعها اللي هي فيها ثوابط يعني ما فيش ولا إشي خلق عبثا أو بالصدفي ولا إشي كل إشي بحسبان يعني حتى بجسم نام نشوف إنه فيه حساب رياضي يعني ثابت واضح فالقانون الثالث هو المثلث الكوني المثلث الكوني بقول إذا كان عندنا كوارك الكوارك عمليا هو الجزاء الجزاء اللي بيكون اللي بيكون البروتون والنيوترون يعني النيوترون معمول من ثلاثة كواركات والبروتون كمان معمول من ثلاثة كواركات فالكوارك إله شكل حوامي زي الكترون بس الفرق من ناحة الكبر يعني كبرت الكتلة بتختلف عن الالكترون من هنا بيجي إنه لما بيجي كوارك بلتقي مع أنتي كوارك عمليا فسيب بناتهن ترابط ونفرجيك الترابط هذا كي بيسير وسيعتها بيسير عمليا هنفرجيك بالكمبيوتر الثاني كتير حلو لك هاي عبي تراء لبالي شبيه رائع لها يعني نفسها نواة الدر لأن الكوارك بي بالنواة أيوة هاي هو نفس العالم الداخلي والخارج هاي الكوارك والأنتي كوارك بيجي الكوارك الثالث شايفت الكوارك الثالث ونضم الهن هاي بس بعطيت مثل كيف حتى من ناحية كونية بتشوف هاي الظاهرة موجودة بالكون هاي مجرات اللي شكلها كمان نفس الشكل اللي شكل محاور والمجرة تبعتنا كمان الى شكل مجرة اللي هي زي المحاور لما بيجي بيجي بجتمع الثلاث لما بيجي التلاث بيجتمع مع بعض بيصير شكلها زي ايش زي الفقع ثلاث مع بعض شايفين زي المدوزة زي الكند الدرية زي لما الطيارة بتمرق بالغيم تعطي نفس الشكل من هون اهمية القبة معناها لاحظ الشكل طاقي عبيعطي حوامي طاقية معين هدول والمخ الدماغ والكيلوي نعم شايف خارج خارج داخلي شي خارج وداخ بالزبط يعني بتشوف هنا عمليا هذا الجنين في أول أسبوع شكله زي شكل الفقع نعم عمل في ماجنيتك سيموليشن اتضح أن الوجه الإنسان شكله بالزبط من هدول ثلاث شكل الإنسان العيون والفم وكانوا كافضائي شايف حلو 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 حيت تطابق الطاقي مع صورة الإنسان المادي بالزبط يعني أنا باخد القانون نفسه وبفرجيك وين بتطبقه هذا القانون في مستويات مختلفة نفس القانون نفس القانون فهذا القانون الثالث بسميته المثلث الكوني يعني كلش يعني جسد وروح ونفس إذا بناخد الجسد فيه ثلاث طبقات اللي هي طبقات جينية شو نسميها اللي هي الجينينية جينينية اللي هي إندوديرم ميزوديرم وإيكتوديرم وإذا بناخد النفس حسب علم النفس بنلاك فيه إيد وإيغو وسوبر إيغو وإذا بناخد الروح مكسب ثلاث أجسام الروح الحيوانية الروح الإنسانية وروح القريم الروح الإنسان هي ثلاث أجزاء ها لما هدول ثلاث أجزاء بتفاعلوا مع الدماغ بيظهر عندنا ثلاث أجسام النفس ثلاث أجسام النفس يعني النفس لحد اليوم بعدها إشي يعني إشي يعني مش معروف مو متسب للجزء الطبي أو السطحي أو الظاهري منه بس أعماليا كتبت مقالة في هذا المجال اللي اللي فواتت فيها المجال الروحاني بالنفس هي فرجيك المقالة نفسها أي المقالة نعم نشرتها ب روحاني بمعنى العقلي نعم لا مو روحانيات الهوى لا روحاني 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 المختلف عن النفس الروحاني المختلف عن النفس هذا المقال شايف المقال نشر في مجلة علمية اللي اسمها International Journal of Psychiatric Research هاي المقالة Integration Between Psychology and Spirituality A New Paradigm For The Essence And The Nature Of The Psyche ومرق الPeer Reviewers وفيها بشرح بالضبط عمليا كيف المجال المغماطيسي تبع الروح الحيواني معمون جاي المجال المغماطيسي اللي فرجي قيام منين أجاد وبكسم الروح الحيواني إلى ثلاث أجسام الروح النباتية الروح الحسية والروح الذكية وهدول كلاتهم بالروح الحيوانية والروح الحيوانية هو المجال المغماطيسي هو الطاقة المغماطيسية اللي عمليا موجودة في الجسد وخارج الجسد اللي هي مختلفة عن الروح الإنسانية وعن الروح القريم الروح الإنسانية هي كوانتوم ستايت يعني وضع معلومات فقط بدون طاقة الروح الإنسانية هي مش طاقة هي بس معلومات وإنسانية ولم هدول هدول ثلاث أجزاء بتفاعلوا مع الدماغ بيظهر عنا ثلاث أجسام تبعات النفس زي ما جاء بهن فرويد الإيد اللي له علاقة بالطابع العاطفي الإيغو له علاقة بالطابع المنطقي والعقل والسوبر إيغو له علاقة بالقوة البديهة عملاحظ أنه بكل طبقة عم تشرحها عم يرجع يتكرر ثلاثيات الوجود يعني يعني دوما عم نكون في عالم إله هيكلية إله كروية معينة إله ذاتية بيرجع بينقسم للتفصيل بشكل ثلاثي في هندسي في هندسي فبتشوف هنا الواعي واللاواعي يعني unconscious subconscious unconscious ثلاثة أجزاء منين جايات عمليا إيش هو العقل الباطني العقل الباطني هي المعلومات اللي موجودة في الروح اللي ما تفاعلتش مع الدماغ معناته الذاكرة عنا موجودة بالروح مش موجودة في الدماغ فعمليا ثلاث أقسام طبعات العقل الباطني كمان منقسم الدماغ ثلاث أقسام الدماغ فعندنا ريبتيليان برين اللي هو مسؤول عن كل الفعاليات الأساسية للحيوية وللحياة عندنا الليمبيك برين اللي هو إله علاقة بالطابع العاطفي وعندنا نيو كورتكس النيو كورتكس اللي هو إله علاقة بالذكاء فبنشوف أنه في مقارنة بين الإشي الروحاني والطاقة وبين الطابع المادي بهذا عمليا فوتت الطابع الروحاني مش كأشي اللي هو عمليا نظري فمن هنا بيجي عمليا إحنا نحكي عن القانون اللي هو الثالث القانون الثالث وهو ثالث الكون ماشي نعم هلق فينا نقول أنه ثلاثيات الوجود نحنا إسلاميا نقدر نقول عنها هي نفس ثلاثية غرض المعرفي العارف وعملية المعرفي غرض المعرفي يعني الآب الله الوصول لهاي الوعي هاي الروحاني العالي الفائق غرض المعرفي العارف هو نحنا كوجود مادي وعملية المعرف هي حركة الروح فينا يعني هذا التطابق الثلاثي دوما ثلاثيات الوجود حتى بالعقائد الهندوكية من لاحظة براهما فيشنو شيفا هذا السر مو قليل بتمنى انه تطلع على ابحاث لباحث اسمه كمال مسعود عن الاهرامات والسر الرقمي والاعداد مع سر الحرف والعلوم كله في ابحاث يعني يصعب فهمة على الناس العاديين اما بتوقع بكلامك معه ممكن انه نحصل على شي جديد رح اعطيك الرابط اللي ان شاء الله ان شاء الله انا حسب اعتقادة مش رحين نلحق اليوم نشوف كل القوانين فيه ونشوف كيف بيظهر وتعبير في حياتنا اليومية وكيف ناخد كوانين اللي هي كونية بنطبقها حتى نحسن جودة حياتنا في النهاية يعني مش مجدد معرفة رحين نشوف انه الى علاقة مباشرة بالنحية الصحية من ناحية عقلية ومن ناحية عاطفية ومن ناحية جسمانية اكيد اكيد معك حق لانه الان بالريديونيكس علاج الريديونيكس العلاج الذبذب بالشكل من خلال الاشكال معناها عم نحن ناخذ معلومي من الشكل كله متداخل ضمن علم واحد هذا العلم الان بدأت بوادر كثير رائعة انه عم يوصل اذا نحن نحن نطبق هالعلم هاي مع القوانين اللي اتفضلت فيها وطبقناها على الانسان مثلا خلينا ناخذ هالانسان كشاكرات او مقامات طاقية سبعة لاحظت طابق الان الرقم سبعة مع القوانين الكونية السبعة خلينا ناخذ القلب القلب اذا اعتبرنا هو عقدي لقمعين هالقمعين واحد للأعلى واحد للأسفل بتلاحظ انه من القلب في عنا رح يطلع مقامات طاقية باتجاه الاسفل اي العالم الخارجي سيلبي لاحظ شاكرة الضفيرة الشمسية عند المعدي عالم خارجي علاقات وعواطف بعدين شاكرة تحت السرة هي شاكرة المقدسة وبعدين شاكرة القاعدية معناها ثلاث مقامات هذول بالقمع خارجي سيلبي لاحظ ثلاثي كمان الان فوق العقد القلبية رح يطلع عنها ثلاثي ايضا شاكرة الحنجرة بداية السماء والسمو هل التعبير والابداع بعدين العين الثالثي بعدين التاج مقامات روحية موجبة اذا بحثنا هون بهالتطابق رح نلاحظ انه في كثير رواءة بكل العلوم وتطبيق هاي الفكرة اذا اخذنا مثلا الذرة الذرة هي عبارة عن مجال خارجي وداخلي المجال الداخلي هو ضمن النوات القلب الان هو النوات داخله داخل قلبنا في عوالم روحانية اللي هي عم بتكون بمثابة النيوترون والبروتون والكوارك لاحظت ثلاثيات هي ثلاثيات طاقية للداخل طيب خارج النوات في عنا مدارات طاقية علاقات للالكترونات مع بعضها في عنا الالكترونات أثير وآخر شي عم بصير في تجسد لشي معين بدنا ناخذ هالتطابق هاي بين هاي الفلسفي والروحاني والطب إذا طبقناه عنا على بعض وعب يطابقوا بشكل كثير حلو منكون معناها أكدنا على الحلقة إنه فعلا القوانين اللي حكينا عنها اللي تضلت فيها العقلاني الواحد بعدين المطابقة بعدين سميته هو الاهتزاز أو المثلت لأنه لما بصير فيه ثلاثية بصير فيه هاي الاهتزاز ما فيه علم إلا ما ضمن هذا المجال اللي عم تفضل فيه هاي النظرة الشمولية هي اللي رح نحتاجها آه آه ربط الأمور مع بعضها بشكل حلو كثير اللي اللي مفاجئ إنك أنت عم تقدر تثبت هاي العلوم بالعلم من خلال اكتشفات فيزيائية وهي شي رائع ممكن المشاهدين يقول كيف يعني عم يقدر يكتشف آه يعني آه هاي شي آه خليه الآن سري للبعض أسوي مو سري على العلم تذكر أنت مجرد ما إنك عم تطلع من المستوى المادي ومن هالتفكير المحدود لمستوى الأكاشة عم تقرأ معلومات العلم تذكر عم تجيب هاي المعلومات صح وعمليا كل هاي المعلومات اللي بجيبها آه آه كان في عندي إمكانية إنه أحصل عليها والحمد لله بقول إنه أعطاني الإمكانية إنه آه أروح على المكتب الكوني ونزل هناك المعلومات والمكتب الكوني عمليا هي مكتب اللي موجود بشكل آه وكانه وهمي إنه هذا إش مش موجود بس هذا الإش الوهمي آه أعطاني كل الإمكانيات إنه آه أكتشف أشياء اللي هي عملية فبطل إشياء صار إشياء عملي اللي هو موجود في المجال الروحاني اللي ما فيش إلي أي تفسير تاني اللي ممكن تقول فجأة صوت أكتب مقارات الفيزياء طب أنا منتعلمت إش فيزياء مني نجيب فيزياء يعني مش معقول إنه فجأة صار عندي فبتلاكي إنه حقيقة فيه إمكانية تاني من إنه نتعلم مش بس عن طريق إنه أقرأ وأعيد على الطراءة حتى تذكر فيه إمكانية إنه تفور الغيمة تبعة المعلومات اللي هي كلاود بشكل مباشر للروح وإنه هناك بتصير تنزل من الروح عن طريق الدماغ تنزل كل المعلومات بشكل مباشر فبتصير وكأنك تتذكر الأشياء اللي أنت ما تعلمتها شكرا يعني أنت صرت مثل الصوفيين لما قالت الصوفية نحن طلاب العلوم الإلهامية لا التعليمية علم لدني بالزرط هذا هو العلم الإلهامي اللي عمليا بيجي بصار فيه طريقة عملية اللي ممكن تعلم غير كيف يعملها بطلت إشي يعني بس مربوط فيه علم حقيقي المعلومات هاي باخدها بكتبها مقالات علمية وبنشرها حتى أثبت صحتها يعني ممكن أنا أقول إنه جيبت أشياء وخطف اتصاص وحديث بس 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 إذا العلماء التانين والباحثين ما قبلوهاش بضل هايشي اللي هو عمليا ممكن تسميه نظري ها بس اليوم المعلومات هاي المركة عن طريق النقد تبعت الفيزيائيين الآخرين وقبلوا الأشياء اللي إلها في منطق مع الأشياء اللي معروفة والحمد لله يعني المقالات هاي كيف تنقبل يعني ما عدا مقال واحد اللي رفضوه اللي هو عن الفوطونات وإن شاء الله راح نشرو عن قريب بشكل مختلف لكيه كيف الفوطن معمول شو شكله وكيف بجري بالفراغ واش اللي بخليه ايش بخلي الفوطن طول وقت يمشي على طول ووقفش ولا مرة من يل جاي الكوة هاي من يل جاي هاي الطاقة اللي بتخليه تجري ملياردات الكيلومترات في ملياردات السنوات البوئية بذوب هاي وكل هاي الفوطن الحمد يعني رأة اللي بميزة اللي بميزك انه في طواضع يعني بالرغم من هاي العلوم هذا الطواضع هو أساسي لانه اللي بدو جرّل بيدخل لهاي الحقول الأثيرية بعبر وسائط خارجي عواسكا أو ما بارك إيش يعني عباد بيدخلوا لهاي الحقول اللي بميزك التواضع كثير ناس عم تدخل لهاي الحقول بمجرد ما يخذوا معلومي من الأثير تضخم الأنا عندهم بفكروا حالهم مميزين عن باقي الخلق وكأنهم شيما يعني خلاص رب العالمين ما خلق غيرهم عب ينسوا أنه نحنا كلنا خلايا بجسد كوني واحد يعني ما في ميزي لخليع خليل المهم أنه الواحد يتناغم مع هذا الوجود الأوحد لله فالصفات الحسنة هي اللي مطلوبة لكي الإنسان يقدر يظل محافظ على استمرار هذا التدفق العلمي الحمد لله لأنه هذا إشي يعني الشعور ما لا نهاية له والمفروض أن يكون قناة مفتوحة على طول ونفكرش أنه صار فينا إشي خاص اللي تأخذه وتقول أنا كل شيء وبارك يعني كل ما عرفنا بزيادة كل ما اكتشفنا قداش معرفتنا ضئيلة وبحاجة لبحث مستمر فأتأمل أنه اللقاء الجاي إن شاء الله نحكي عن الموضوع الكوانين الكونية التانية ونشوف كيف بشكل تدريجي كيف نصل من الوضع اللي يريد له علاقة بين الصحة وبين الكوانين الكونيين اللي ممكن حل حل ما عدت حلقتنا الآن هي روحانية روحانية يعني شوي صعبة على كثير ناس هي مثل مركز القلب والطاقات الأعلى الحلقة القادمة رح تكون مادية من القلب والطاقات الخارجية هي بتناسب كثير الجمهور بس حقيقة يعني إذا لاحظت كمان نفس القوانين اللي هي روحانية عالية في إلها تطبيق كمان على المادي لما حكينا عن 3 أجزاء القانون مثلا المثالف الكوني يكوننا إلى علاقة بين الروح والنفس والجسد والروح إلها 3 أجزاء والنفس إلها 3 أجزاء والجسد إلها 3 أجزاء بعدين أخذنا حتى الشريان نفسه إذا متطلع الشريان معمول من 3 طبقات كل شريان يعني الجذار الشريان معمول من 3 طبقات القلب معمول من 3 طبقات يعني كل إشي ثابت معمول من 3 مش بقول شو المثال بالعرب يقول القدر بركب على 3 لا ومشان أنت تعمل كرسي لابد من 3 أرجل بكفي 3 3 بكفي حتى يكون ثابت صح معناها حملت العرش الثمانية هم عبارة عن 5 زائد 3 هذا علم 5 زائد 3 هذا علم أيضا أكيد فيه توافق كتير كبير بس قصت بالروحاني أنه فيه ناس ما بيعتقدوا حتى أنه فيه روح أنه نحن الروح مو معتقدين فيها كيف عب تقدروا تدخلوا بالتفصيل وإلى 3 أقسام وما بعرف إيش فرح يشوفوا تطابق هشي المرة القادمة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله شكرا 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 إليك على الفرصة هاي ونتأمل عن إن شاء الله عن تاريخ تالي كمان نلتقي ونكمل مشوارنا مع بعض إن شاء الله بيكوننا بيتواصل ونجيب أشياء جديدة بهدف إنه ننفيد المستمعين والمشاهدين ونجيب أشياء اللي ممكن تغير حتى الرؤية ترافهم من ناحية صحية في النهاية الهدف تراعي إنه أغير الرؤية اللي إحنا نشوفها حاليا الطب الحديث نجح جدا بالمجال المادي بس فشل فشل دارع بالمجال النفساني والروحاني وبدون النفس والروح ما فيش للإنسان أي قيمة فالهدف تراعي في النهاية إنه نفوت نجيب الطب اللي هو شامل بوحد كل الأشياء اللي موجودة في الكون والإنسان نفسه بوحد في داخله كل الأشياء اللي موجودة في الكون حتى نحط الشد على الوقاية يعني قبل ما نروح نعالج الوقاية اليوم مش ملهاش أي موجود بالطب الحديث بالمرضة وكمان طب الفئة طب فشل في المجال الأمراض المزمنة يعني إحنا من ناحية الطبية قاعدين ننتج أمراض مزمنة فهونا فيه شي لازم نعمل تغيير عليه نقول مش معقول يعني نكمل بهذا الخط اللي قاد بزيد من أمراض المزمنة فبإذن الله المرة الجاية بنكمل كل التوفيق كل التوفيق كل السلام شكرا كل السلام وتوفيق يا رب سلام سلام وإلى اللقاء توفيق إن شاء الله اشتركوا في القناة